وقف اجتماع في العاصمة عدن برئاسة وزير الدولة ومحافظة العاصمة عدن أحمد لملس على سير عمل محطات الغاز في مديريات العاصمة ومستوى التزامها بإجراءات الأمان والسلامة وتم خلال الاجتماع استعراض تقير اللجنة الحكومية وما توصلت إليه خلال نزولها الميداني والإجراءات التي اتخذتها في عموم المديريات والنظر في الشكاوى المرفوعة من المواطنين والملاك المحطات والخطوات الواجب لقيام بها الحسم والبت في وضع محطات الغاز لإضافة إلى رفع تقرير نهائي يوضح كافة الإجراءات المتفق عليها من جميع الجهات ذات العلاقة وشدد الوزير لملس على ضرورة فرض المزيد من إجراءات الأمان والسلامة في عموم المحطات ومتابعة مستوى تنفيذها والالتزام بها وإخراج جميع المحطات الواقعة في الأحياء السكنية اشتركوا في القناة